السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات الساعة الصغرى ومن بين تلك العلامات أحبابي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن موقعة سفين التي ضارت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي صفيان رضي الله عنهما فمن أشراط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحروب ومعارك ستقع سواء بين المسلمين والكفار أو بين المسلمين أنفسهم ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع معركة سفين وهي معركة ضارت بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية رضي الله عنه وارضاه بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه سنة 36 هجرية وهذا من أشراط الساعة الصغرى ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوهما واحدة كلهم على الإيمان وعلى التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى لما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان سيدنا معاوية أراد أن يكون القصاص من القتل في أقرب وقت يعني في وقتها مباشرة سيدنا علي بن أبي طالب كان له وجهة نظر أخرى كان هناك يعني فتن ومشاكلها تحدث في الدولة فأراد أن تهدأ الأمور وتستقر الأمور ويستقر أمر الدولة ثم بعد ذلك يكون القصاص يعني سيدنا علي لم يتراجع ولم يقول أننا لن نقتص من قتلة عثمان بل كان حريصا على القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه جميعا لكن المشكلة في الوقت سيدنا معاوية أراد تعجيل القصاص وسيدنا علي أراد تأجيل القصاص بعد الوقت حتى تهدأ الأمور وتستقر أمور الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن في النهاية اللي اتنين اجتهدوا فمنهم من أصابوا ومنهم من أخطأ وفي النهاية اللي اتنين ما أرادوا إلا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى فكلنا يعلم وكلنا على يقين ورب الكعبة إن الصحابة هم خير خلق الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء والمرسلين لكن في النهاية يا حبيبي الصحابة بشر وليسوا أنبياء ليسوا معصومين فممكن يقع منهم ما يقع من بقية الناس من اجتهادات أو أخطاء أو خصومات أو معارك ولذلك أجمع أهل السنة قاطبة على أن الصحابة هم أبر الأمة وأبر الناس وأصلح الناس وأطقى الناس وأقربهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على وجوب الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ولا بد أن نحسن إليهم عند ذكرهم رضي الله عنهم وارضاهم فهؤلاء هم خير الأمة بعد الأنبياء والمرسلين وهم الذين نقلوا إلينا الكرآن والسنة رضي الله عنهم وارضاهم وجزاهم الله عننا خير الجزاء إذن فمن علامات الساعة الصغر أحبابي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن موقعة صفين التي ضارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعني الله وإياكم مع الصحابة في صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته